نرحب معنا بالستوديو بدكتور غزالة بورية وهو المتحدث باسم بلدية سخنين أهلا وسهلا بك أهلا نقطة مرام لك الأخوة أخوات المشاهدين حدثنا بداية عن البرنامج والفعاليات التي تم إعدادها لهذا العام لإحياء الذكرى الثاني وراشين لهبة القدس والأقصى نعم في الواقع أنه كان اجتماع في بلدية سخنين شارك به طبيعي أهالي الشهداء بلدية سخنين أعضاء اللزن الشعبية وكمان اجتماع في عرابي اللي هو يعني تكملي لقرارات لجد المتابعة يوم السبت القادم يعني كما يعرف الجميع الذكرى الثاني والعشرين لهبة القدس والأقصى هذه الملحمة النضالية في تاريخ شعبنا هذه المحطة النضالية وفي رواية شعبنا اللي يجب أن يعني انعززها في الذاكرة الجماعية مع كل أسف يعني قبيل سنة الألفين هبة القدس والأقصى الأوضاع اللي كانت موجودة يعني ما زالت نفس الشيء اليوم يعني نتحدث عمليا الاعتداء على المقدسات اليوم لسه شوفنا الاعتداء على المقدسات وانتهاك حرمة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وعلى المرابطين وعلى الشبان قضايا الأرض عمليا يعني قضايا مناطق النفوذ يعني قضايا التمييز القضايا العنصرية القوانين اللي بحق شعبنا اللي هي قضايا وجودية هي مش قضايا كماليات هي قضايا يعني وجودية بالنسبة لجماهيرنا العربية نحن نتوجه طبيعي لكل شعبنا أن يحيي هذه عمليا الذكرى ونحن كأهل المطالبين نتحدث مع أولادنا نتحدث مع عائلاتنا كأحزاب سياسية دعينا في سخنين رئيس البلدية الدكتور صفوة أبوريا اللجل الشعبية أهالي الشهداء دعينا عمليا أن أحزابنا حركاتنا السياسية يتقوم بنشاطات توعيوية تفقيفية ما نغيب روايتنا وحكايتنا لنعرف أن المؤسسة الإسرائيلية صادرت الأرض ولكن في نفس الوقت تصادر الحكاية تصادر الرواي وهناك هيمن ثقافية على مجتمعنا فإحنا مدهي أحزابنا حركاتنا السياسية مدارسنا أنه يوم الخميس يتحاول حصتين يتحدثوا مع الطلاب وبالنسبة ليوم السبت كما تعرفين هناك النشاط المركزي في عرابي ولكن في سخنين تقوصنا قائمة من سنة الألفين لحد اليوم يوم السبت القادم صباحا التاسع ونصف نزور أهالي الشهداء عمليا الشهيد عماد غنايم عائلته الشهيد وليد أبصالي عائلته ومن ثم الساعة الحادي عشر يوم السبت نضع الأكاليل على أضرحة الشهداء ونستقبل وفود شعبنا وفود أهلنا من عرابي ومن درحنا كما يجري ونتجه شرقا إلى عرابي ووضع الأكاليل على أضرحة الشهداء والساعة الثانية بعد الظهر يوم السبت في سخنين هناك مسيرة مركزية تجوب شوارع البلدة عمليا ومن ثم تتجه شرقا لتلتحم مع المظاهرة ومع المسيرة عمليا مع أهلنا من درحنا مسيرة درحنا ومسيرة عرابي بعد 22 عاما على هبة القدس والأقصى ما هي الرسالة التي تحملها سخنين هذه المرة لأبناء المجتمع العربي والشعب الفلسطيني بدون أدنى شك أن رسالة الشهداء اللي ضحوا عمليا بحياتهم أغلى ما يمكن رسالة إن شعبنا يكون موحد رسالة إننا نحافظ عمليا على الذاكرة الجماعية على هويتنا عمليا في داخل هذا البلاد أن نكون موحدين التلاحم التماسك عمليا وهذا يعني رسالة أهل الشهداء رسالة الشهداء اللي ضحوا عمليا بحياتهم بدأ أقول من هون إحنا شعب يعشق الحياة أخت مران أنا بدأ أقول ماذا تقول الأم اللي فقدت ابنها الشهيد ماذا تقول الأخت اللي فقدت أخاها ماذا تقول عمليا يعني عائلة الشهيد لحد اليوم أنا بعرف أن العائلات بنظروا للخزانة عندما القميص عمليا يعني بشوفوه قميص الشهيد وعمليا يعني شهادة الشهيد ويعني حقيبة الشهيد وكل ما عنده من ذكريات عملية هذه رسالة أن نكون موحدين ومن هنا من هذا البرنامج أريد أن أقول أن لا تلقي انتخابات الكنيسة بظلالها على هذا اليوم المقدس وأنا أتوجه لشعبنا وهذه كمان رسالة لجنة المتابعة ورسالة اللجنة الشعبية في السخنين وفي كل اجتماعاتنا أن هذا اليوم مقدس أن نخرج القضايا الحزبية من هذا اليوم لأننا اليوم الإعلام العالمي والإعلام العبري يتجه عمليا إلينا كيف بدنا نحافظ على وحدتنا فمهم جدا نحافظ أنه علام واحد يوحدنا علام فلسطين وما يكونش دلائل ثاني حزبي في هذا اليوم يجب أن يكون عمليا يعني موحدين وأنا براهن طبيعي على أحزابنا وحركاتنا السياسية أن يكون فيه عند انضباط ومسؤولية لمثل هذا اليوم في نفس الوقت يعني إلنا لشبابنا لكل يعني أطياف مجتمعنا الحزبية والسياسية والاجتماعية أن نحافظ على هذا اليوم وأنا كمان يعني بدي أقول أنه ما حكيت قضية المدارس مهم جدا أنا أتوجه لمدرسنا زي في المجتمع اليهودي زي أي مجتمعات في العالم اللي بحافظ على هويته بحافظ على ذاكرته الجماعية أنه معلميننا يعالجوا الموضوع مع الطلاب أنا ما بقول يعني أنه محاضرات أنا بقول يعطوهن ولجلة متابعة قضية التعليم العربي هناك فعليات يعني حول هذا اليوم اللي الطلاب هنا في المركز هنا يتحدثوا يجيبوا معلمات عن هذا اليوم لأنه كمان مرة يعني المؤسسة الإسرائيلية أخت مرام راهنت عمليا أنه الأباء يموتون والأجداد يموتون يعني وكأنه ننسي إحنا ذاكرتنا الجماعية من هذا المطلق أنا بدعو كمان أنه ليوم السبت أنه يكون أكثر يعني حشد جماهيري في قرآن مدينة العربية وكمان لجلت المتابعة اعتادت كل السنين أن تبدأ في المسير من جد تضع أكاليل عمليا على الأضرحة وتتجه شمالا لكل القرى اللي يعني طبيعي ارتقوا فيها الشهداء فقط فيها الشهداء فعلا لكن يعني بكل هذا الحكي الجميل اللي حكيته قبل شوي إسرائيل لم تستطع ولم تنجح ولن تنجح في انتزاع انتماء الفلسطيني لهويته والمجتمع العربي لهويته الفلسطيني شكرا جزيلا لك دكتور غزال أبو ري المتحدث بسن بلدي شكرا لك